إذن بعد مرور أسبوعين تقريبا على الحملة العسكرية التي يقودها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على ترابلس صدرت تحذيرات عديدة من إمكانية استغلال الساحة من قبل المتطرفين والإرهابيين فما خلفية هذه المخاوف وكيف يجعل هذا الأمر القتال في ليبيا أكثر تعقيدا نتابع إن استمرار الصراع الدموي بين الأخوة في ليبيا يفتح المجال أمام خطر المتطرفين في جميع أنحاء البلاد بعد هزيمة خلافة داعش في سوريا والعراق أصبح داعش الآن أكثر تركيزا على التوسع في إفريقيا وأصبح الخطر الذي يمثله على ليبيا اليوم أكبر من أي وقت مضى إذن تم إهدار وقت ليبيا واهتمامها ومواردها في معركة طويلة من أجل ترابلس فسوف يصبح من المؤكد تقريبا أن كل من القاعدة وداعش سوف يلتفتان ويسعيان إلى إقامة إمارة استراتيجية في ليبيا وسيكون من المعيب أن ينتهي الخلاف حول تقاسم السلطة بين الليبيين بتحويل ليبيا إلى أفغانستان أخرى بالإضافة إلى ذلك في نعملية الجيش الوطني الليبي بقيادة المشيرة خليفة حفتر ضد ترابلس قامت بحشد العديد من خلال الميليشيات النائمة في هذه المنطقة هذه الميليشيات هي ضد الجيش الوطني الليبي لكنها ليست تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطنية وقد تتخذ موقفا أكثر تطرفا إذا ساءت الأمور أحد الأسباب التي جعلت المشكلة السياسية الليبية مستعصية الحل هي أن قطر تؤدي دورا مفسدا في ليبيا منذ الأيام الأخيرة لمعمر القذافي لم يتم نسيان أنه في الساعات الأخيرة للقذافي عندما سفك الليبيون الدماء للشروع في إنهاء ديكتاتورية كانت قطر أكثر شغالا بتسليح ميليشياتها من أجل المستقبل الآن إلى جانب الإسلاميين السياسيين في تركيا والشخصيات الغامضة في روسيا تعد قطر أحد مثيري الشغب الرئيسيين يبدو أن الجاسوس السابق فلاديمير بوتين يتلاعب ببراعة بأي أداة يمكن أن يجدها ملائمة ابتداء من الإسلاميين السياسيين والمكائد القطرية إلى المرتزقة الروس غير الشرعيين ترجمة نانسي قنقر